أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقرير المجلس للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وحرصها على الأمن والأمان بالوطن مشيرا إلى مشاركة مجلس الشورى الوزارة ذات الهموم معبرا عن شكره على مبادرة الوزارة بإطلاع السلطة التشرعية على مجريات الوضع الأمني انطلاقا من أهمية التواصل والتشاور بين السلطتين التشرعية والتنفيذية وشدد صالح على دعم مجلس الشورى على كفاءة رجال الأمن والإجراءات وتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار مبينا ثقته بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في الحفاظ على وحدة المجتمع من الإرهاب ودعمه للإجراءات التي تتخذها الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة ومؤكدان الوقوف التام بجانب رجال الشرطة في أدائهم لمهمتهم الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمجلس الشورى بحضور سعادة اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة لشؤون الداخلية وعدد من قيادات وزارة الداخلية كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وخلال الاجتماع قدم سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية عرضا موثقا للمسجدات وتطورات الأمنية والتي تضمن قيام الجهات الأمنية بإحباط أربع عمليات نوعية تشهد تشكل تحديدا لأمن واستقرار الوطن واستهدافا لحياة الأبرياء من مواطنين ومنقيمين وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تدفع الجميع إلى رفض العنف والتصدي لبث الكراهية في مجتمع يسوده التألف والتعايش بين أبنائه ولن تتحقق بإذن الله أهداف المجرمين في إحداث الفرقة وإدخال البلاد في دوامة العنف والفوضى وأكد سعادة الوزير جاهزية الجهات الأمنية التامة لمواجهة أي احتمالات ومخاطر أمنية والتي كان لها دور في إنجاح العملية النوعية خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى نجاح الوزارة في القيام بالعديد من العمليات الاستباقية والنوعية وهو ما أدى إلى تراجع وقوع أعمال العنف مؤخرا منوها بأن كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة تتم وفقا للإجراءات القانونية من ناحيته عبر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبر عن شكره للجهود الكبيرة التي تقوم به قوات الشرطة من جهد واضح للحفاظ على الأمن العام وحفظ النظام وكفي أيدي العبثين عن اللعب بالنسيج الوطني والعيش المشترك بين مختلف فئات المجتمع البحرينية نحن بدورنا سلطة شريعية حقيقة ندعم جهود وزارة الداخلية فيما تقوم به ومقدرين للدور الكبير التي تقوم به الجهات الأمنية من خلال حرصها على حماية الأمن أمن المقيمين والمواطنين وهي العين الساهرة للبحرين ونحن بدورنا أيضا سنكون داعمين لهذه الجهود من خلال التشريعات التي تتطلبها المرحلة الراهنة من أجل مكافحة الإرهاب ومكافحة جميع هذه الأعمال الإجرامية بعد الاجتماع مع ممثل وزارة الداخلية اليوم أصبح لدينا اليوم قناعة تامة بأن الأمن في البحرين تحت الصيدرة تماما وأن الأجهزة الأمنية في الحقاب واعية ومتيقظة لأي شر قد يصيب المجتمع البحريني وبالتالي هناك اتفاق فيما بيننا ووزارة الداخلية على أن السيطرة تامة على كل ما يمكن أن يصيب هذا المجتمع من مكروه وأننا نتعاون تماما وندعم كل خطوات وزارة الداخلية التي اتخذتها ونهنيها في الحقيقة على الجهود التي بذلتها في كشف كل هذه المؤامرات ضد المجتمع البحريني